اشتركوا في القناة 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 المعاملين الإنترانون ما أر色 أتحدث , الإنترانون الإنترانون على الخ Dhaka по فضلك اخرى أنه أحد خيرення الدş taper أكثر أن الأمرئيناما إلا علاقienst Renault بك's عمل الوحيد في الشخصких الأمروية بك οι عمل لك في الأولئين صباح يمكن أن يلقاءه الدرائيس spirituality by taking this from the evangelical or protestant american church is already the american spirituality that's very dangerous and very very risky like in american spirituality is the work of the holy spirit in the orthodox church in the people who live here in america is a light shining in 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 the middle of of america and some of the fathers who started what they call the mission church and actually we are talking about the subject of the mission church the mission church is the meaning of the mission so this mission is not to go to the coast of florida and then we will take the mission church and take the lab that was in the kitchen and say the mission church if we want to go to the mission church in the Dakota it makes sense it's a mission church but we agreed that we are supposed to call it american orthodox church or american coptic orthodox church it's coptic in its roots but it is in the american culture uh if we start american coptic church what do we mean by this we mean that this church actually we will make sure in everything in this church 100 percent should be american in the culture i'm thinking about the culture i'm thinking about the culture but the faith is the orthodox faith why should i started to plan in every state we will have one church like this to be purely in the culture american where i chose actually the first state to start this it will be in tennessee in nashville why in nashville tennessee because here the majority is arabic is egyptian the second generation and some comfort are lost so that's why i think that i'm going to get to the american coptic church in tennessee one of the requirement the priest he doesn't understand arabic at all لو فهم عربي بس انت خفلها يعلمو عربي يعلمو صعيد عاش انا جاوبت كتير في سؤال بيقول البدايات في الحياة الروحية دائمة صعبة اللي هي بينكسين فترة التغصب ما هي النصائح لغور هذه الفترة طبعا السؤال اساسا معناه ان لو انا بعيد عن الكنيسة بعيدين جيت نفسي ابتدي معرض بنا فهلاقي نفسي في البدايات بتغصب يعني جيز في ناس اللي منبادر مع ربنا لقيه متعاود يسوم متعاود يسخى الصبح يصلي متعاود يحضر الأداس فاللي بتدي على كبر يغصب نفسه على الصيام يغصب نفسه على التعاود على الأمور بالخير فتبقى فترة صعبة محتاجة ان انا بقى مفتح ناية قاوية فإيه النصائح نحن نبدأ دايما بالتدريج يعني الواحد لو بدأ بداية شديدة عنيفة كبيرة نفسه هي تأترى بسرعة عشان كده الأبعاء حتى نفسهم يقولوا ابتدي بالتدريج وبعدين تزداد يعني حبة بحبة وتحت تدبير روحي مش الواحد دي يمشي من اليار الأب يرشده يعني وبعدين يعني يقولك قدير مستمر خيرا من كثير وتقطع يعني ممارسة بسيطة هدية تلاقي الأمور تنشي بريس لاني يتربى واحدة بتقول زوجي سعاد أحس أنه لا يقدرني لأنه لا يقول لي ولا يعبر على تقديرهم سعاد بدأي وتعصد من أجل تيجاهر لي هل دا عادي آه طبعا عادي انتم أسمعتوش سيئتنا لو أقول يعني يبقى مستكتر مثلا يقول لها قطر خيري الأكلة دي جميلة يعني يعني معناش تبقى بري دا فكرت ان هو يقول الكيمة دي يعني تقدير صعب صعب هو الحقيقة فيه كتاب يمكن كلكم سمعتوا عنه اللي هو الانجوش افلاه هو ربما تكون زوجك بيقدرك بس هو بيعبر عن تقديره ليك بطريقته مش بطريقتك بمعنى ايه خليني أكلم عن اللانجوش لو انا مثلا عايز اقول لواحد بيفهم مثلا عربي عايز اقول ان انا مقدرك جدا جدا ومقدر حعبك ومقدر خدمتك ومقدر محبتك بس اطهاله بالتشاينيز هيفهم حاجة شايفهم حاجة عشان اوصله المعلومة لازم وصلهاله باللانجوش اللي هو بيفهمها كل واحد مننا زي ما فيه لانجوش عربي انجليزي فرنسا وفيه لانجوش اسميني لانجوش فلاف في واحد لانجوش فلاف دي انك تطبطب عدين لانجو فلاف انك تقوله كلمة لانجو انك تديد له هدية لانجو فلاف انك تجيب له ورد لانجوش بتختلف من واحد للتان لما الطمع وحش فاحانا كتيرا لانجوش فلاف بالنسبة للرجالة ما أنا بشتغل أهو بشأ من الصبح الغاد آخر النهار وأنا بعمل كل ده ليه ما هقول ليه هقول للعيالة اللي في الده ده بنسمحها كتير إيه بدا لعباه وعايزة اللي أنا بحب إيه بدا لعباه ما هيكبره إنهيز ماين زل 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 أنا بشتغل وبتعب وبدل البيت هي بقى اللي أنا كشف لوف غير بالنسبة لها غير كده يعني هي بتفهم الحب بطريقة ده عشان كده لازم كل واحد منكو يعرف إيه اللانجج فلاوف بتاعت الآخر ويكلموا باللانجج فلاوف اللي هو بيفهمها مش باللانجج اللي انت بتفهمها لإن لو انت بتفهم لغة والتاني يفهم لغة تانية عمرك ما هتعبر له أو هتوصله اللي موجود في قلبه ففهموا اللانجج فلاوف هو في جاء الله I love you say I love you say I love you say I love you say سلمنا 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 يا أحمد جميلة يعني بس إمبارح واحنا عادين يدرتش بالليل قلت عبارة كنت قلتح زمان يا جميلة تقول إيه علامة التسليم الكامل الرضا بأي نتيجة بعد بذل أقصى مجهود بروح الصلاة العبارة دي مهمة ليه إذا كنت عايز تقولي أنا مسلم حياتي ربنا فعلا تسليم كامل لازم ينطبق عليك التلات موصفات دول إنك تكون satisfied بأي حاجة تحصل في حياتك أشكر الله كل حاجة أنا مسلم يعني تقدرات بس إمتى لما تكون كمان أنت عملت كل مجهودك وعينما أنت بتعمل المجهود بتكون بتسلي لو في حاجة بالتلاتة دول وقعت متبقاش حيات تسليم يعني لو واحد عمل كل المجهود لكن بعيد على ربنا مش بيصلي أساسا أن ربنا مش ظهر في الموضوع مش هسميه تسليم لله لو واحد بيسلم من ربنا وبيصلي لكن مش بيعمل مجهود يعني أنت جيت من مصر معاك مثلا بكل الصيدران نفسك تشعر صيدراني فقالوا لك في معادلة فأنت بتدد تصلي لكن ما ذكرتش ما دخلتش المعادلة يعني هيحصل لي بزر وهين تقول بتاكم نرات الله هشتغل في بنزينة ربنا عايز كده أنا مسلم حياتي الربنا بس أنت ما عملتش مجهود خد بالك يبقى لازم تعمل مجهود وتصلي وبعدين افرد لسمح الله بعد ما عملت كل مجهود وصليت وحياتي كويسة بكل حاجة لكن ما توفقتش فيه وربنا فتح لي سكة تاني وغيرت الكارير تماما بس أنا فعلا كنت بازلت كل مرهول في واحد دايب قاعد مدايا يقولك يخسرت التعب يخسرت السنين ده مش مسلم خدالك يبقى أنا بقى ساتسفاي يبقى فعلا فيه حياة تسليم بس إمتى لما يكون كمان مصلي ربنا في حياتي لما يكون بازلت المجهود عشان ما بقاش مؤثر وعن اي نتيجة تطلع في الاخر تكون ردت الله أكيد ربنا مختار للأحز تفين؟ خد بيقول ل two people يقول لالواي سفيدة لكي تحسي افعنا سفيدة لكي تحسي لكن ذا لكي يتحيق اقشي فعلا الحانا الحانا تحسيق تحسينا واحدة افعنا تحسينا افعنا تحسينا من البحر تحسينا اصحينا تحسينا تحسينا ان نحن نحن تحسينا with healing and with reconciliation so sometimes when we feel that we are still hurting maybe we think that we did not forgive or when we think that forgiveness means reconciliation and I cannot reconcile that's why I feel that I don't forgive or I cannot forgive but I want to differentiate between these three terms healing, forgiveness and reconciliation if somebody hit you with his car and you are wounded so you need action number one to deal with the wound to be healed then to forgive the person who hit you and this is the third question whether you will ride with him again or you trust him or reconcile with him or you will not ride with him until he learns how to drive that's the difference between healing forgiveness and reconciliation healing comes from God and you need actually to go to God the true physician of our souls and body who can heal you الغلطة اللي احما كنعملها ان احنا we expect healing from the people who hurt us جايوا عايزوا يعتزيرب لي عايزوا يصالحني عايز عشان to be healed it doesn't work it is only reconciliation think about it ربنا on the cross he forgave all sins for all people in all ages لكن هالربنا is reconciled with everybody those who accepted the forgiveness are reconciled with him but those who rejected his forgiveness are not reconciled with him in the same way as I forgive all people but reconciliation it has to be based on some condition for example هلا درعول in the Moses reconciled with Pharaoh although Pharaoh refused in Moses and his people worship the Lord so reconciliation in an abusive relationship can we ask the person to reconcile with the abusive of course not لكن if the abusive repented truly and were sure that his repentance is a true one then here we can speak about reconciliation reconciliation and that when we talk about reconciliation we can go to the reconciliation if you can take one or two and go to the kitchen and in the last if you can go to the kitchen that is like the wuthan or the wuthan but here my advice ما تبقاش القاضي والخزم في نفس الوقت ما تقولش لا هو ما تبش لازم يكون الكنيسة هي الحكم في الموضوع اللي تقول لك يس هنا ابد عنه لان فعلا يدد ناط ربنسي ده الريكونصاليش دما فورجيفنس فورجيفنس از اكشلي فورجيتنج اباوت زادت ربنا لما دامنا نتكلم عال فورجيفنس بتكلم عنها از داد يقول كان لدائن مديونان على الواحد خمسمائة دنار وعلى اخر خمسون غفر لهم المديونين لاتني تكلم عنها هل الفورجيفنس ده فيفر اي دوتو دي او اي دوتو اي دوتو ميسل لو انت اخذ مني الف دلار وما ركعتهم ليش وانا قاعد بقى منتزر الف دلار ما انا لتعبان لكن اي فورجيت اباوت الوان ثوزان دولار دي كمليتلي خلاص انا اللي هرتاح من جوة لو انت قلت انه فلان ده اللي جرحني انا ايو نوت فورجيفهم طيب انت اللي بقى تعبان من جوة يمكن هي دازل كيرو فورجيفهم ولا دون فورجيفهم لكن once you decide to forgive him انت اللي هترتاح من جوة فورجيفنا 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 ان انا فورجيف الانسان ده كل الاسقات العملها فيه دينا رب نعم ان انا تفورجيف and also to forget and by the way when you forgive and forget you will be healed لكن keeping crudges in your heart actually will never help you to be healed فورجيف فورجيف وفي نفس الوقت افتكر ربنا غفر لنا قد ايه ده احنا بس بنعمل بلاوي ونروح لربنا ونروح لابونا في الاعتراف وانا عملت كذا وكذا وكذا الله يحلك الله يحلك ده تمانها ايه؟ ده مان هتأمل المسيح لان he carried our sins and he became sin بولس رسول يقول صارة خطيئة ده القصعد ما كده قالت صارة لعنة لأجليه عشان اسمع انا كلمة الله يحلك فif you have difficulty to forgive somebody think about what the lord forgive you you know all of us who are forgiven all our sins just because he loved us فلما تفتكر قد ايه ربنا سامحك دي هيساعدك ايضا في الفورجيفنس اه واحد يقول ارجو تعطينا ملخص بسيطة عن اللايحة الجديدة لاختيار البابا ويدور اقباط المهجر في هذه اللايحة وطبعا اللايحة اه تقريبا فيها فور ايتمز كبار يعني اول حاجة اختيار في قائم مقام ودي ما حصلش فيها تغييرات كتيرة اه قل لي حاجة واحدة بس ان اعطت الحق قائم مقام ان يرسم اساقفة لو ان فترة طالت ما بين نياحة البابا اختيار الباباك بيدي بضوابط بضوابط معينة ودي هتخلينا كمان في الجلسة الجالي المجمع نعمل التعديل ده في لايحة المجمع نفسي اه الايتم التاني هو اه مواصفات الشخص اللي ترشيه حصل فيها طبعا لان كان اللايحة القديمة مش حتى مواصفات دقيقة للشخص اللي يتم ترشيه الايتم التانية هي الناخبين ودي كانت اكتر بنت تم فيه تعديلات هي طبعا لايحة القديمة ما كانش فيه حد خالص في المهجر الا يدوق في السودان وفي الوتس بس دول البر مصر دلوقتي اصبح لنا اقباط في كل العالم تعريبة فيعني فئات الناخبين اتوسعت قوي كترت لدرجة يتوقعوا رباني دي تقولت العمر الباب يعني بعد ربعين سنة مثلا لما يكون فيه تنفيذ اللايحة دي ايام البابا شنودة اعتقد الاختاء اللي اشتركوا في الانتخابات حوالي متين او حاجة زي كده لا لا عموما اللي اشتركوا في الانتخاب ايام بابا شنود ايام بابا شنود حوالي متين في البابا تودرس حوالي ألفين وتوقعوا ممكن تصل ثلاثين قبل يشاركوا لان الفئات قطرناها واصبح كل الاكليروس من حقهم ينتخبوا لان المرة فاتت كان ممكن كاهن ملوش حق ينتخب واحد علماني من كنستو اللي هو حق ينتخب فكان حاجة شكلها غريبة فكل الاكليروس اللي هما الاباء الكهنة اللي تمت رسمتهم حتى تاريخ نياحة البابا مش يترسموا بعد نياحة البابا عشان بالاشفية يتلاع وبعدين عدد أدهم من العلمانيين من كل إبرشية يعني مثلا سيدنا عنده في إبرشية مثلا أربعين جاهن يبقى مثلا فيه أربعين واحد عيماني جاهن معاه وهكذا وهيبقى نتيجة الأعداد الضخمة دية هيبقى فيه أكتر من مكان للانتخابات للتصويت الفوتينج مش بس في القاهرة يعني ممكن يتعامل مثلا سنتر في أمريك الناس تروح لأمريكا بتوع أمريكا يعني انتخبوهن وتوصل النتائج للقاهرة وهكذا يكون في أوروبا وأستراليا وأسا فدي اطمئنه إنه العدد أو النوعية بتاعت الناس اللي طيحت لهم فوصة يشاركوا الانتخابات التوسع عنهم آخر حاجة بقى اللي هي تقريبا بعد ما تمش فيها تغيرات خالص اللي هي الورسيد جورناس إيه اللي يحصل وهو كان الحقيقة اللي حصل للمرة فاتت كان شيء مشرف وراقي جدا فهو بعينه اللي هي تكون تقريبا في اللي حق جديد يعني سيدنا حتبا للورعة هي أه ما معنى وصلة الرحمات يعني أب من أباء البطاركة أو الأصاب فيتنيح فبيقولوا عليهم سيدنا الرحمات كأنه يعني أخذ ثلاثة أنواع من الرحمة أو الأكالين لأنه مثلا قضى عمره في البتولية والرهبنة قضى عمره في الكهنوت والتالتاء الرعاية بس هلو حاجة زيك كلمة الحبر الجليل يعني حبر يعني كاهن حتى سفر اللويين الترجمة الكاتوليكي سموا سفر الأحبار عساس في الكهنوت يعني الحقوق كيف أننا نفعما نفع أمان رفعنا ورقبار أماني من تتعلمنا هناك لا يوجد هناك نعم لذا ورحنا لك كالتجه سوسرا سوس 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 كالشق لتمجرام سابق يضع المرحل والجارة ، هذه نهاية 50 المرحلات عن كل المرحلات في الثالج وقلت صورة المرحلات entre الوفريق والاكتلاك وطراكة ووقات التوارج ورضاكتلاك ومن ثم أخبرنا أنه لا أفراد دير أفراد أن هناك نعم لكي يتشاهدوني من قرارة بشكل صفحيح نعم لنا نعم لدينا سنجدين فترة 5 أصدقات وستشاهدوني من قرارة ايضاً وستشاهدوني من قرارة وميزانيات الآن يوجد مستشعر بشكل صفحيح and now we are working to make it available also as audio for people who prefer to hear and not to read. So we are working on this issue, we are working on 5-6 of our friends, but we will continue all the production of the Orthodox faith as audio and video. So we are working on this one. أنا مش كاتب كنها بس فهمت من سؤاله إن هي بتكثر الناس بتحتقر الآخر بصوا الآية دي تختص بإنسان مؤمن ولكن إيمانه انحرم يعني أنت ليس لي أن أحاكم الذين هم من خالق يعني واحد بوزي واحد هندوسي واحد يهودي واحد مسلم أنا مليش دعوة بوزي إيمانياته لكن واحد يسمي نفسه مسلم وبعدين إيمانياته من خالقه ما تديش نفسي فرصة أن أختلط به لإلا تتلوث إيمانياتي حسب نص الآية دي ومش معانك كده أن أنا بكره لأن إحنا مطالبين بمحبة الكل وأرجو أن القلشة دي أنتوا أولى ناس تتبنوها في مصر مش عافين يفهموا لأن القلشة بتاعتنا إما وفقك أو نبقى عدادة إحنا هنا عايزين أنتوا على الأقل اللي تبتدوا بديه أن ما فيش مانع أختلف معاك في الرأي لكننا حبايا لكن مش عشان حبايا وخلاص أنا وفقت ومش عشان أنا مش موافق بانا عدو لحظوا لما أبونا داود لهم يعقل كلمة صغيرة كده أنا حسبنا صح الدنيا كلها هاجة تتضده الرجل ده أساسا خادم حلو كل ناس متحبه ليه النشاط ملخوص في الكنيسة وإيد بيضاء في كل حتة في العالم لما يجي يتكلم كلمة حق بمنتهى الجنتلة والمحبة والأدب والزوء والأخلاق والرقي أعتبر عدوه طب ليه 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 ما إحنا نختلف ممكن يقول لا هو غلطة بس إحنا حبايا يقول إنسان محترم لكن دا نزله حملات على الفيسبوك بمسح شرايته وبالغاء مش عارف إيه ومحدش يسمع له ومحدش يروح له عشان إيه عشان قال كلمة حق بكل الجنتلة بس كلمة الحق ما عجبتنيش أوكي حتى لو ما عجبتنيش أقول أنا موافق على كل حاجة إلا دي وحشة أنا مش موافق بس هو إنسان كوانس لكن لما أخذها بطريقة بيرسونال ببقيتش فكرة راقية فإحنا نجب أن نتبنى فكرة إيه إن إحنا نحب كل الناس لكن دا ما يمنعش إن فيه باوندرس فيه اختلافات لأن تجاهل أن فيه اختلافات واختلافات تختص بخلاصنا يعني مش اختلافات مجرد وجهات نظر دا فيه اختلافات تختص بخلاص الإنسان إزاي واحد بينكر الإفخارستية واعتبرها جراش حاجة هي كلها وجهات نظر إزاي يعني؟ إزاي واحد بينكر الكهنوت اللي هو مبني عليه كل الفكر الكنسي واعتبرها مجرد اختلافات في وجهات النظر لعا ذلك اللي بينكر دا أنا حميك بصوتها طبعا ممكن يتقابل أنا شخصين مع حد من دول أخذوا بالأحضان ونتصور فيحطوا الصورة على الفيسبوك يقولك شوف الرياء شوف منظر غير اللي في قلبهم طبعا انت اش عرفك اللي في قلب وبعدين واحد تاني يقولك لا دا الحمد لله بقنا واحد خلاص طبعا بيبصوا بعد هو ايه الحكاية؟ مش دا اللي بيحصل؟ واحد يقولك دا رياء والتاني يقولك لا احنا خلاص بينا واحد والكسة مش كده حكاية البرسون الريشانشاف الصغير ان انا فيه دجمة فيه الدكترين يجب ان انا فيه دفرانشيشن وانا بتخلش في الدنيا تبع سائح على بعض فيه سؤالين زي بعض حد بقولك انا بافزل كل مجهودي مع ابنة كل المجالات لكنه معاند غير مطيع اعمل ايه؟ وخصوصا ان انا بدأت احس ان اهتمامه ازاق بيه هو سبب عناده سؤالي تاني لزيه هاو تديل وز اديفكالت شايرد تن تو توين ديبس او الحقيقة اللي انا عايز اقوله كتير اللي احنا بنسميهم اولاد عناديين ستغرد او ديفكالت حقيقة انه نورمال ستغرد او تنسيجن تنسيجن خليش راح ناكل حياته دي مهمة كلنا بنمر من مراحل في حياتنا بنعدي فروم من ستيج تنسيجن الطفل من اول ما بيتولد هو كان جوه بطن امه بعد كده بيفرج بيبقى انتبنتت عنه فبيبقى تعبان فبيحس بالارتاح لما يرجع امه تشيله وتحضنه ويرجع تاني بقى امه قريب منه لغاية انه مبتدي يمشي يبتدي يفتكر بقى انه هو مش محتاج امه في حاجة ولا ابوه يبتدي يجري ويلعب وامه تجري وغراه وعايز تمسكه وهو مش عايز حد يمسكه ومفكر انه هو يقدر يعمل كل حاجة وعنده يكتشف يرجع تاني ويقرب من امه لما بيك بقى وصله للمرحلة المراهقة الادوليسنس ديان المرحلة الطفل عايز يحس فيها بالاستقلالي عايز يحس انه هو شخصية مستقلة طيب هو ديبندنت على مين طول التسعة سنين فاتوا اول عشر سنين اللي فاتوا هو ديبندنت هم سبيراس فاول ناس هيتمرد عليهم هم ابو ام هم مش في ذهنه التمرد مش في ذهنه العند لكنه عايز يحس بشخصيته عايز يحس انه له كيان مستقل انه يقدر يخذ قرار لوحده انه يقدر يتصرف لوحده طبعا الاب والام حاسين ان الولد ده كان بيسمع كلامهم دلوقتي خارج عن طحهم مش عايز يسمع كلامهم فهم يبددوا تراي تكنترولهم مور and the more they try to control him the more he will be asking for his freedom for his independence so he will be more rebellion مش كده الام كده بت هنا ابتديت احس ان اهتمام ازائد بيه هو سبب عناده that's true ان احيانا كل ما احنا تراي to control them they start to rebel more it is not rebellion ولكن هي محاولة to be independent to separate himself and to say i am independent الفترة دي فترة immaturity they think they can do anything and they are better than their parents and they understand better than their parents ويقول لك مرة بس انه وصلوا سن خمس عشرين سنة وبتدي بقى او عشرين ويفهموا الاب ونوم وكايز يقولوا انا مش عالف ازاي قدرت بتبقوا حكمة في الفترة السغيرة دي اكيد نوم يعانا هم كانوا تصوروا همش حكمة قبل كده وفاجأة حكمة كلها حلت على الاب ونوم خلال خمس سنين وضعوا انهو البرسيبشن بتاعه كان غلط فالان عايز اقوله don't try to control your children in this age ولكن give them choices and actually enable their independence شجع الاستقلالية بتاعته حتى المثال العادي ولكن كبر ابنك خوي ده معناقي عاملوا كده كل ما تدي له اختيار اختيارات تعملوا كإنسان مستقل وdon't try to control him actually ده حيخلي يبقى more secure and less stubborn and less rebellious don't ever get in power struggle مع يعني يعني power struggle انا قلت جازة ولازم هتنافل كذا he will challenge you and if he break and I challenge you and break you خلاص you lost your authority ففي الاخر انت لا هتخسر don't get into power struggle لكن اقول له حبيبي لو اخترت ده انت بتختار ده بل give him choices واشرحه consequences of his choices وبالطريقة دي انت بتساعد الماتيوريتي بتاعته بتساعد ان هو يعرف اعمل اختيارات في حياته يعرف اعمل قرارات في حياته وكل ما اما طبعا بيكون ربنا وكلمة ربنا في الصورة والحياة في الكنيسة it's part of it ده بيساع طبعا ان هو بيعبر المرحلة اللي بيهدوه سانا هتلاقي اي نصيحة من بره بالنسباله هيسمحها اكتر من الاب والهم ليه لان هو الاصورتي بالنسباله الاب والهم فعايز تمرد على الاب والهم لكن ممكن اسمع نصيحة ممكن تخدم بدار سلاحة ممكن اسمع نصيحة ابونا ممكن اسمع نصيحة الاصحابه طبعا لو لقى في الكنيسة برضو a lot of control وابتادى مثلا لقى a judgmental attitude ممكن ميروحش لانه مش عايز حد في الفترة دي نعم يتحكم فيه لكن لو لقى acceptance وبيعملوا في الكنيسة بحب وبيعملوا كراجل او كإنسانة كبيرة ناضيجة حيرتاح تاني don't get into a poor struggle during this speech ماذا لو أنني بردتك على الاشئة كيف سألطر أكثر قويًا من المستقبل ما كيف هو قوة ما هي اخطاء ستجعله من المسلم لهم آخر التي تشترك لأملاك ما هي حقية مالرة او حتى لو فعلا مناعته غصبًا عنه من الخطأ دي لا تشعر لك كما تشعر لك فهذا هو موضوع لكن انا بتكلم عن الناس يستطيع أن يتخلق حتى يلبس ماذا؟ أماما يتخلق مع ابنتها على تلبس ماذا؟ الفستان ده؟ لا، ليس تلبسي وتبخناه على حاجات كثيرة يخنق أعيالهم لكن لو انا جيت في موقف الولد ويسرعته او حقاً ووقفته هنا لا تشعر لك كما تشعر لك فاضل وده بيبقى ده الاكسبشن مش هو القاعد بس ذاهي بقى الاكسبشن مش القاعد عوضه احنا نعود الوقت انت نجرب كده احنا اطفانا سيدنا ربنا اس تايملس و احنا خمسين اليوم لا يبتك اليوم تايملس الاندلس يبتك على التنة كده سيدة مراجزة لسه مع قصرة فيه بيه سؤال بيقول ايه محبة العالم عدوة لله واذا يحب الانسان العالم ليس فيه محبة الال هل الشغل والصفر والفصح غلط ده طبعا هو اللي يشتغل ده معناه بيحب العالم ده الكتاب القدس بيقول من يريد ان من يريد ان لا يعمل فلا يأكل ايضا وربنا ما خلق ادم حطه في الجنة عشان يعملها يعني يشتغل فيها فالشغل ده حاجة اساسية لحياة الانسان مش حياة مادية فقط احيانا بعض الناس من يقول انا مثلا نفسي اشتغل او واحدة تقول نفسي اشتغل احنا مش محتاجين فلوس لكن نفسي اشتغل تحقيق ذات ابناء يعني فالشغل حاجة مهم في الراهبانة من ضمن البرنامج الاساسي لحياة الراهب اليومي حاجة اسمها العمل اليدوي لازم يشتغل واللي ما يشتغلش ده هناك قصة مهمة في التقليد الرهباني يقولوا ان فيه الراهب راح يعني يزور دير فااااااااا استغرب ان الراهبان شغلين كتير فرح لمدبر الدير قال له اااااااااا انا مستعدة في طول وقت شغلين كده بطريقة مش مزبوطة فقال له اافع لي معك حان ناده الراهب قال له بص ابو نظيف أدي له كتاب مقدس وصل مضية وقبلية وفتح له فدخل قال لي وقام جه معاد الأكل هو ضيف فوت حد إيه إعزمه يعني فمحدش خبط عليه فقعد وقف جنب الباب بستاني حد مفيش عد المعاد محدش جه بعدين بدأت عصافير بطنه فراحت جسر فتح الباب وراح للرئيس الدير قال له يا أبانا أما أكل الأخوة قال أكله قال له طب ما عزمتنيش قال له هو أنت من نوع اللي بيأكل احنا ظننا انك انت ملائكي مش بتحتاجك تشتغل فبالتالي ما بتشتحلك تأكل فأدرك الدرس وعمل مطاني قال له أخفيت فالشغل ماشي محبة للعالم وحكاية السفر إذا كان واحد يسافر يتفسح إيه المشكلة؟ اللي سافر مسلا يجيتوا من مصر علشان تحسنوا وضعوكم أطمنكم يعقوب أبو الأباء لما هاجر من فلسطين لمصر كان علشان أكل ليش علشان يشوف حلقة أحسن هناك كان فيه مجاعة وهناك كان فيه خير فما فيش مشكلة ان الواحد يتغير مكان مكان ذات نفس السيد المسيح ترك فلسطين وجه مصر هروبا من مواقه الشر فدي ما فيش أي حاجة للرب الأرض ما يلقوها؟ أي حتة هتروح فيها يا ربنا أما ما حكاية الفوسح برد أطممكم السيد المسيح يتفسح أقول لكم على موقف المسيح يتفسح كان في الويك انت يوم السبت لأ كان يوم السبت وخرج يتمشى بين المزارع مع التلميذ يوم أجازة وطلع يتمشى والتلميذ فركوا ثنابل وأكلوا يعني الناس ريلاكس وبعدين بدأوا ينتقدوهم ان هما بيفرقوا الثنابل يوم السبت وبيوكل قصة ذكرت علشان يتقال ان اليهود ازاي بينظروا بنظرة حرفية للوصية بتاعت حفظ السبت لكن باي زاوية تفهم منها ان المسيح كان طالع ريلاكس مع تلمزيته يوم السبت وكان ممكن يعود على شاطئ البحر قاعدة خلوية تأملية فإلمان ان اليهود يروح عن نفسه بطريقة ما فيهاش اي حاجة غلط وما هياش القديس يحنى الحبيب فيه قصة مشهورة عنه انه كان قاعد في قوضة بتاعته يعني بيلعب مع طائر بيلعب مع طائر دخل عليه شاب يستغرب يحنى بيلعب فالشخص الداخل ده كان صياد بيستطدي الحيوانات في الغابة فمعه في ايده القوس اللي يستطدي قديس يحنى لاحظ انه مستغرب للبعد فقال له اين فيه دك ده قال له ده القوس بتاع الصيد قال له طب انت ليه مش شادد الوطر بتاعه قال له الوطر اللي قاعد مجدوده عطول هيبوز فانا ساعة الصيد بشده ولما بخلص الصيد برخخ قال له انا بعمل كده انا دعيت بعمل كده ساعة الصيد بشده عصابي وساعة الريلاكسيشن برخخ نفسه فدي حكمة اباء فدي كلها لا تتعارض مع محبتنا لله ومش مع انها محبة للعادة في نفس الورقة بيقول طب لو عملنا لايف انشورة يبقى غلط الناس زمان كانوا فاهمين لما اعمل تأمين على الحياة معناها ان انا بقول انا مش هموت يعني كانوا فاهمينها كده بعمل تأمين الحياة ان لو جالي خطر الموت اللي بدان عندي تأمين لكن لايف انشورة انت عارفية طب معناها يوم ما الواحد توفى مرأته تلاقي فلوس تقشتي انا مش كده فبهاش اي مش معارضة لواصية الله وانه روح الامان اتلاقا ايامي وحردول مي حسبن تحبوا طب الاجتماعي طب الاجتماعي انه يتحب الاجتماعي وانه لا اعجب وانه يدفل بقيت الاجتماعي عن الاجتماعي لا يؤمن أي طريق المسرحة لأنه يعتقد أن نبونا فقط يفعله بعمل مسرحية ليس عن ما يتعلم، أنه يفعله نفسه، أحب وفرغب يمكن أن نتكلم عن المحبة أو التسامح عن المشكلة كثير من الأبهات والأمهات عندما يجب الكنيسة روح في البيت عضو تكلموا نكتفل عن الكنيسة أبونا مرائي، أبونا بيعز على الحب والتسامح وما يعملش كده والخدام مش أمنا، والشعب ما بيحبوش بعض وبيتخنقوا مع بعض ويفضلوا يتكلموا ويتكلموا نكتف 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 ومين بيسمع الكلام ده؟ الولاد؟ ويجي الولاد بقى في سن مثلا 11-12 سنة يقول لهم مش عايز نروح الكنيسة فالأبونا هم المستغربين، اللي هم مش عايز نروح الكنيسة بعد بكل اللي سمعو ده، يبقى ليهم نفس يروحوا الكنيسة يعني، ليه الاستغراب ده؟ إيه اللي خلاهم يروح المكان ده اللي فيها من أول أبونا بيعمل مسرحية والشمام سامورايين، والشعب يتخنق مع بعضه وإيه اللي خليه يروحوا المكان ده؟ وليه الاستغراب بيبتستغربوا ان العين مش عايز نروح الكنيسة؟ ما ده طبيعي؟ ياهو تفتكر حربوا مكان زي كده؟ الحاجة التانية، هل توكة بيرفكت تشرش؟ عندما تقول سفر الأحمال، تلاقي بوليس تخنق مع برنابة، وبسبب ماري مرقص، وبوليس تخنق مع بطرس، ومع برنابة، كفر، ده يوم خميس العهد تقراف إنجيل لؤة، يقول لك بعد ما تناوله، يقول لك وحدثت مشجرة بين التلاميذ، أيهما يكون الأعظم؟ لو قاعد التناول، قاعد أقول مين الأعظم؟ فين؟ What I'm trying to say is, Father Peter Gilquist قال الحاجة الأزيزة قال there is no perfect church لأن إحدى الكنيسة عبارة عن human being، وإحنا no one is perfect قال أن, hyacetically, if there is a perfect church, I advise you not to go there ليه؟ لأن أنت are not perfect، أني if you go there، هتخليه imperfect خلق أخويت، خلق أخويت، خلق أخويت، ما أتروحش أحسن أخدي مالك، يعني، اللي أنا عايز أقوله، لأباقي الكهنة كلهم زي الفل بسم بشر، بس يعني سيدة مسيحة ده أنا درس، يعني في منتهى الأهمية لما أتكلم على الكتب والفرسيين، وقال على كرسي موسى جلس الكتب والفرسيين، كل ما أقلوا لكم أفعلوه لأنا حسب عاملهم لا أتعمالي، يعني لازم كل عامل السر، لكن طبعاً، لو أنا راحي الكنيسة بالأتيتود ده، وبتكلم نكتف لي، تفتكروا اللاتنا هيعملوا إيه؟ صدقوني إحنا حاناً لما بيكون في مشاكل في كنيسة أو في انقسام في الكنيسة، الواحد بيبقى قلبه حزين لأن المشاكل أو الانقسام ده بيضيع أجيال وراءه وحاناً إن هم يقولك إحنا يعني الإنقسام ده من أجل مصلحة الكنيسة، أجش لي غلطانين، 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 لأن هم لو اتفوا على شيء مختلفين عليها، ده هيحمل أجيال اللي جاية من إنها تضيع لكن إسرارهم، كل واحد له طريقة، كل واحد عايز رأيه يمشي وعايز حتى لو رأيه صح، أم نكلمشي أنا على عقيدة هذا الإسرار والانقسام اللي بيعمل جوه الكنيسة بيضيع أجيال أحياناً لعشرات السنوات يعني كان من الأفضل نتفق على حاجة غلط، مش عقائدياً، إدارياً، وانكيب السلام في الكنيسة أفضل من نتفق على حاجة غلط أو نصر إن رأيه هو ده الصح، وده لازم يمشي، لازم يتنفس وأجيال بالضيع، أجيال العصرة صعبة جداً 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 أرجوكم، أرجوكم ما تتكلموش نكتف على الكنيسة، أرجوكم تاني، لأن ده بيضيع ولادكم، وبيضيع أجيال، ولازم أنا أروح الكنيسة، مين فينا بلا خطيئ؟ على رأي السيد المسيح، اللي بلا خطيئة يرميها بأول حاجة، مين فينا بلا خطيئة؟ والوحيد اللي بلا خطيئة اللي كان موجود ربنا يسوع المسيح، قالها وأنا أيضاً لا أدينيك، فازاي حنا نفضل نروح الكنيسة وارجع عمال قديم في الأب الكاهن وفي الشعب، إزاي؟ إزاي؟ ما ينفعش، ما ينفعش سؤال، هل السيد المسيح موجود في مكان انتظار الأبرار؟ يعني هل الأبرار هناك شايفين المسيح يتمتعه بوجوده معهم؟ طبعاً السيد المسيح من جهة ألوهيته هو يملأ كل مكان، موجود في الكنيسة، موجود في الفردوس، موجود في الأقدس العليا، لكن من جهة جسده، نسوته اللي اتخذ من العدرة، موجود في الأقدس العليا، دخل هناك يوم الصعود، هيطلع من هناك يوم second coming، عشان كيه اسمه سكن، لأنه لو بيطلع كتير من هناك ما بقاش سكن، يبقى إيه ده last coming، لكن سكن معناها دخل مرة واحدة وهيطلع مرة واحدة، فهو جسده، اللي اخذه من العدرة، هو الجسد الوحيد اللي موجود في الأقدس العليا، وجسد حي طبعاً فيه الروح الإنسانية، ومتحد أيضاً باللهود، اللهود بقى يملأ الوجود، فموجود في كل مكان من ضمنهم الفردوس، ومن ضمنهم، عشان كده قال مثلاً للسلامية، اليوم تكون معي فيه فردوس، أو الفردوس، حتى بيقول، ان امركا، دونيشان ار تقصد 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 تقصد، how we find in the church treasury increase in donations so people can lower their taxes, some people won't give their donation unless they have a check please explain to us how we should plan our tithe and our family budget should all be deductible should our tithe be before we pay our bills or after should each member and family pay or as one family donations and tithing is part of worship and i think there is a limit on how much you can deduct so if someone who knows about the situation, saying for example, for example i can deduct 30 000 but i can deduct for example, 20 000 so if i put 20 000 then all of them understand that they will help the tithe علشان يقلل الضرائب بتاعته لكن طبعا انت مفروض you pay your tithe regardless if this is all will be deductible ان انت لو هي كلها deductible nothing wrong انت بتستفيد من system حطة البلد ما فياش حال غلط لكن ما يبقاش هو الهدف ما يبقاش انت بتفكر كل انت بتعمله ان لو انا المكسيم بتاعي 20,000 so this is what I will donate even if my tithe are more than this حكات بقى ان العشور دي عبادة the best reference is 1 Corinthians chapter 1 St Paul actually بيقول لنا 1 Corinthians chapter 16 verse 2 بيحط لنا كده a system فبيقول ايه on the first day of the week first day of the week الهو ايه something let each one of you تاني كلمة each one of you lay something aside storing up as he may prosper that there will be no collection when I come طيما كان St Paul قال لهم ادفعوا مرة واحدة ليه قال لهم every on the first day of the week يعني عايز اقول انت بتروح الكنيسة يوم الحد الصبح بتروح صغير سواء هتتناول او مش هتتناول بتيك بتاحدة الهداء الصغير وبتروح بتصلي ايضا مفروض بتروح بتطي العطاء بتاعه عشان كده طبعا فيه ناس ممكن بتدفع بالشهر او بيدفع مثلا اونلاين لكن ده ما يمنعش ان انت يوم الحد لما تخش الكنيسة توقف وتدفع شيء في الكنيسة توقف وتدفع حلقة في الكنيسة لان ده عبادة فيريد ندرب نفسنا ان يوم الحد وانا داخل الكنيسة حتى لو انا بدفع اونلاين حتى لو انا ببعاد شيء حتى لو انا بعمل اوتوماتيك دداكشن لازم ادفع حاجة وانا داخل الكنيسة يوم الحد الحاجة التانية قال ايج وان اوف يو ايج وان اوف يو ما ينفعش الاب يقول خلاص ان هدفع العشور عن كل الاسرة ما ينفعش الزوج لازم يضع والزوجة تضع والاولاد الصغيرين يعني في مدرس الاحد يتبع حاجة جميلة انك تعلم ابنك تديله فلوس ان هو ياخدها ويحطها في الحصار عشان تعلموا العطاء اكشة كتير بيقولولنا ان 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 ادفعوا زي الفيرش جنراشن برغب كلهم احتمال ان اللي هم صغيرين ابهاتهم معلمهمش عن ايه عطف خلاص الاب هو اللي بيدفع وخلص على كده لكن لا مفروض هنا من الطفل الصغير يعرف كل ما بخش الكنيسة ايما الحق لازم اقدم حاجة الكنيسة زي ما انا راح اصلي زي ما انا راح اصايم انا اردا بقدم بعطاء والعطاء زي ما كتابي قال في شرطين مهمين قالوا بسخاء وبسرور بسرورا بسرورا بقدم عشوري وانا فرحان وبقول يا رب اقبل التقديمة دي ان رايحة بخور على مسبحك المقدس ناطق السماء ويجب انا فرحان ان ربنا اداني ان انا بديله طبعا السؤال هنا هل قبل البنز او بعد البنز طبعا لو مصاريفك اكتر من دخلك بانت هتقول رب اني بأفروض يدفع لي كل شهر بل فرق زي مرة كنت هرسم كهن لكنيسة فقالولي بس يا سيدنا احنا عندنا عجز كل شهنة حوالي 200 دولار فلما بونا ييجي هو يدفع لنا 200 دولار ننصر كده فممكن واحد يبايدين ربنا لو ايه بعد البنز لا طبعا العشور بتاعتك من اللي انت بتاخده قبل ما تدفع اي مصاريف مش تدفع المورجج وتدفع مش عارف الهيبس انشورانس وتدفع اللايف انشورانس وتدفع مصاريف المدارس وتدفع كذا وكذا وفي الاخر مثلا لو تبقى حاجة ده العشور بتاعتك العشور من الدخل الكل اللي بخش في ايدك بتطلع عشور تشوف لو هتحسب ربنا بالسنت ولو هتحسب ربنا بسخاء يا الذي يزرع بالشح بالشح يعصد يعني لو انت زي ما كان سيدنا مش حنو مصر ازائر عن بار لو انت خرجت معاك بزر واحدة ورمتها هتطلع عد ايه لكن لو رميت بزر كتير هتطلع عد ايه فكل ما ترمي مع ربنا هتاخد اخد 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 اخدر من ربنا سؤال ما معنى ان السيد المسيح وحيد الجنس ما معنى السيد المسيح وحيد الجنس مع العلم انه نعلم انه اخذ طبيعتنا على الارض بصوا اخذ طبيعتنا على الارض دي قصة غير اللقب بتاع وحيد الجنس وحيد الجنس ده مونو جنيس ده وصف للمسيح منذ الازل ركزوا معايا فيها مونو يعني وحيد جنيس جنيس فيها معنى الجنس ومعنى المولود حتى سفر التكوين اسمه ايه؟ جنيس جنيس تلجمة الحرفية بتاعته كتاب الولادات لانه البدايات بتاعت الحياة فجنيس وحتى احنا فلحنا اجيوس لما نقول او اك بارثينو جنيتيس جنيس دي اللي هي ايه؟ مولود اللازم العذراء اك يعني اوت اوف بارثينو اللي هي بارثينوس العذرة جنيس معناها مولود فمونو جنيس معناها الوحيد المولود من الاب لان حتى الروح الكدس مش مولود ولكنه ايه؟ من بصر ولما نقول الابن الوحيد الجنس يعني معناها كمان يساوي القاف الجوهر ليه؟ لان كل كائن حي يلد كائن اخر بيحمل نفس جوهر يعني الانسان يلد انسان الانسان الانسان يلد انسان والاسد يلد اسد ثم غزال يلد غزال فلما يكون الاب يلد الابن الابن يبقى من نفس جوهر الاب فالتعبير ده مهم جدا في الكنيسة اللي هي مونو جنيس معناها ده الوحيد المولود من الاب احنا كلنا مولودين من الله بالتبني لانه خلقنا لكن هو الوحيد المولود من الاب بجوهر الاب اخدني بالك من ده فمونو جنيس معناها الابن الوحيد المولود من الاب يحمل جوهر الاب الروح والطدس يحمل فعلا جوهر الاب بس خارج منه بطريقة اخرى غير الولادة العنوات بيجرد انحصان بقوة If I would be I'm a leacon however whenever I attend the church I prefer to be among the people that way I enjoy the Mass better in this room فكرة كلمة ماس نتعلمش في كينسة اردسوكسية نستخدم كنة لترجية ماس ليه كلمة يعني بيرفير لها كاتوليك باللداز بتاعتهم ليها علاقة باخر كلمة بيقولها في الداز ديسميسل في الكنيسة بلسكير بسمك كلمة لترجي مش كلمة ماس اللي انا عايز اقوله ديكونشب is a calling and responsibility يعني ايه calling and responsibility يعني دي دعوة ومسئولية and when you accept to be ordained a deacon actually you will give account of this stewardship for ربنا هيك في الام الأخير يقولك ان تدرسامك شماز اعطي حساب وكالتك so you can not ربنا انا ايجوي to be among the people more than being a deacon ما ينفعش انت قبلت المسئولية دي عشان كده برضو احيانا كتير من الأبهات بيزوقوا ولاتهم زق ان هما يترسموا وامكن الولد ما يحضرش غير يوم الرسامة بتاعته يلبس بعد كده ما يجيش تاني انتو بتعرضهم ان هما بيتحملوا مسئولية حاجة هما مش هيلتزموا بيها وهيعطوا عليها حساب في اليوم الاخير فلازم نخذ موضوع الشرماسية بقدية هم تحيطوا بيها تبقى مشغول كتير كتير بحاجات إدارية and you don't focus on the spirituality of prayer you need to see the reason why actually a deacon should enjoy more than anybody because they are very close, they are in the altar very close to the altar so we expect actually they enjoy more than the rest of the people who are staying away it is responsibility, it is a service, it is a stewardship you will give account before God and another, I want you to see why you cannot enjoy the liturgy as a wild or a deacon and see this reason and deal with it there is a question what is the history of the verse, what is the text and 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 why are you explaining that to English? there is a text في نيسا عامل زي الكائن الحي اللي بيانمو في بداية المسيحية كانت أكيد الليتروجية بتاعتنا والتسابيح برمتب أكتر من دلوقتي أكيد يعني وكان كلها قائمة على ترتيل المزامير يعني دي ورسناها عن العبادة اليهودية فكانوا الأباء يرتلون المزامير وبعد كده طبعا في العصور الأولى خالص كانت الكنيسة زي ما يكون دولة في حالة حرب فلما تكون الدولة في حالة حرب تفتكروا عندنا في مصر الناس الكبر في السن مننا يعني تتذكروا أيام الحرب كان في حاجة اسمها المجهود الحربي كل موارد الدولة موجهة للحرب الدولة مش فاضية تعمل مصرح تعمل مصنع تعمل طريق تعمل كبري كل الفلوس رايحة للحرب اسموها المجهود الحربي فلما الدنيا بترحرح يبتدوا يعمروا الكنيسة كانت في حالة حرب ضد الوثانية ضد اليهودية وفي حالة استشهاد كان اللي بيأمن بالمسيح دلوقتي عرضا انه يتقتل دلوقتي واللي ترسم اسقف دلوقتي بيبقى عرضا انه يتحط في وش المدفع هكذا الأباء الكهنة كان طيار الاستشهاد عنيف جدا وكان عندهمش وقت يبنوا كنيسة ولا يعودوا كتير يعني بينزلوا في المقابر وفي السردي بيصلوا قدسات سريعة ريميتف عشان يتناول عشان يطلع يواجه الموت بعد ما الكنيسة استراحت من موجات الاضطهاد خصوصا من بداية عصر كونسطنطين وظهور الرهبانة في مصر أثرى اللي ترجيه بقى بدأ في ناس قاعدة تصلتوا للبقى طب هعملوا ايه؟ يصلوا المزامية طب المزامية دي ما هتخلص فابتدعوا يألفوا ألحان وتسبيح وليها قصة جميل في التطور بتاعها طبعا محتاجة دراسات لان انا لا ادعي ان انا عارف كل حاجة لكن محتاجها دراسات لكن نعلم مثلا ان حاجة زي قريب صالين في التسبيحة ألفها واحد اسمه ساركيس اسم مكتوب في آخر التسبيحة ساركيس ده غريبا كان في القرن 14-15 حاجة زي كده وقالف حاجات كتير زي الرومي والمعقق في شهر كياك وفي الصليات وحاجات زي كده فالتسبيح في الكنيسة كائن حي قابل للتنمية حكاية ترجمة الألحان للإنجليزي اعتقد انها ضقيقة اللي شايفوا يعني النصوص اللي قررتها اعتقد ان ترجمة ضقيقة خاصة اللي ما بيكون مثلا الهسات عبارة عن نصوص مكتاب المقدس فمش محتاجة حد يتعى في الترجمة هنجيب النص الإنجليزي نحطه على طول فأعتقد انه متيالي سيدنا مع نفت قلب الصابع وعملت ما قلت في ترجمة الليتورجية والخلاجي اللي بقي دينا ده رائع جدا أنا بدايق لما بدخل الكنيسة لايق حطين نص ثاني غير الخلاجي ده لغته جميلة وسهلة وأنا راجل ما أمنيش كلم انجليزي لكن لما بأصلي بالخلاجي بتاعكم ده فبشعل فيه يعني مسهل بالنسبة لي فده معيار انه ممكن يكون سهل بالنسبة لقيد الناس يعني هو بس فيه حتة في الترجمة سيدنا كنت أسأل عليه في ربش الهوس التاني الربع اللي هو بيقول أفامي وقم برومي كاطا بفقيني نمتف يكون ستريف السمو إيروح سمو ممكن تترجم إن الإنسان سو ذات هي بريز هم وممكن تترجم سو ذات هي بالكابتل بريز هم يعني الله بيبارك الإنسان فهل هو خلقنا على صورته مثاله عشان نسبحه ولا عشان يبارك طبيعتنا أن هي على صورته مثاله يعني شايف الترجمة التي عملينها بتقول عشان الإنسان يسبحه بريز هم كنت فهمها بس برضو قبل الحوار يعني إن ربنا خلقنا على صورته مثاله عشان يباركنا أنت قبلس مش عشان إحنا نسبحه لأنه هو مسبح من الملائكة قبل ما إخلقنا سين سين هي في العربي لكي يباركه يعني في العربي في اليوم خلق الإنسان على صورته مثاله كي يباركه يباركه مش واضح بقى يباركه من يبارك مين الله يباركنا وإحنا نباركه بناعمل ونسبحه كيت هتبقى أوضح له في العربي قال كي يسبحه وبقت خلاص معروفه الإنسان يسبح الله فأنا قبل أن تشوفه من يفتكه ما إذا كنت تحاولت كثيرا مع أطفالك على أطفالك ونحبك مع الله ونحبك مع الله ونحبك أنك لا تفعله يعني أنا أعز أطمينكو أي مكهود بتعمله مع أولادكم كلمة الله لا ترجع فارغا لذلك لا تشكي شيئًا ما كنت تفعله مع يا أطفالك فلحك المنزل فلحك مفتك حتى لو لا ترى المنزل فلحك المنزل فلحك مفتك فلحك مفتك هذا يبقى ما تعني بالحكاب وإذن أنك حبيبك فلحك مفتك لأنك كنت تتكلم مع كلاتك إذا كنت تضعون أطفالكم إلى أطفالهم، أكثر على أطفالهم، يمكنهم أن تضعون أطفالهم، حتى لو تضعونهم إلى أطفالهم، كيف تضعونهم وكيف تضعونهم؟ فأخطر، فترح تقول لي صليت، قال لي هلأ، طلت أبروح أصلي الأول، فأروح أصلي، وبعد كده أجي أفضل، ثاني يوم، ما عايزة أفضل، تقول لي صليت، قال لي هلأ، طلتوا رح أصلي الأول، نفس الكلام كان العشد، الصلاة قبل العشد، فبعد كان مرة، خلاص عرفت إن فيش فطار غير ما صليت، حليست، صليت، 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 فخلاص، برضا كنت أتذكر حاجة تانية مثلا كنت أتذكر يعني أصعى صفحية أشوف والدي يوقف بيصلي أكشل بساعات طويلة يعني مثلا ممكن يقعد ساعة موص أو ساعتين الصبحية وقف بيصلي شوف والدتي برضا والصبحية وقفين بيصلي بالليل نفس الكلام المنظر ده يمكن أثر فينا أكتر من عزات سمعناها عن الصال فالنفس الكلام لو أنتو بتصلي لو أنتو بتروحوا الكنيسة بيشوفوكو بخشو وقفين بتصلي وصد ربنا ده مهم جدا حتى لو هما دلوقتي ما بيستجبوش لكن صدقوني المنظر اللي بتحفر في ذهنهم هما بيشوفوكو تصلوا ولا ما بتشجبوهم على الصدق ده منظر مش مش هيدع من قلبهم والولاد هيفحبوا ربنا وهيقربوا من ربنا وإبو كيس في سؤال هنا من الفين يقول لماذا لا تذكروا الكدسات المجمع الكدسين وتذكروا الرجالة فقط أما الكدسات النساء العظام ليس لهم ذكر عشان هم مجمع الكدسين مش القدسات سيدنا حلق قال لك بس مجمع الكدسين مش القدسات بصوا في التسباحة مجمع التسباحة فيه قدسات لك في مجمع القداس حقيقة مش كل القدسين ولا فيه الشهد مش بس القدسات مجمع القداس مذكور فيه ركزوا معايا الأباء الذين ساهموا في شرح العقيدة اللي هما شرحوا لما أقول اسمه يباني أن أنا أرثودوكسي أن أنا ماشي في الخط ده لما أقول أنا طبع أسان أسرس رسولي دي كريدت فالأسامي المذكورة في مجمع التسباحة كل القدسين أو العينات منهم لأن طبعا ما فيش مجمع في الدنيا يجيب الكل آه وكنت هول دي كمان وأن مع العدرة حتى لما ذكرت في المجمع يقول لك إيه لا كمان يحط لها اللقب بتاعت سي أطوكس التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة ده عايز يقول العدرة دي كانت وسيلة إضاحة لشرح الإيمان الأورسولوكسي أخدي بالكم وبعدين يذكر الأباء دي درجة جايب ساورس الانطاقي بعد مربوروس عادهم لأن ده كان بيدافع عن الإيمان الأورسولوكسي فالقدسات مبادين في المدد مع التسباحة والقدسين اللي يذكروا في الأدهس هم مطوع الإيمان الأورسولوكسي هنا فيه يحد بيقول مسلس رحمة البابا شنودة وعد أهل شيكاغو برسامة أسكف لأولاية إلينويس اسمها كثيرا؟ إلينويس إلينويس والولايات المجاورة نرجو أن البابا تقدروس يفكر في راسم أسكف المناسب وأقل بتوصيل الرسالة للبابا أعطاك السيدنا هو البابا يعني في جهن مقسم خريطة الولايات المتحدة إلى عدة مناطق كل منطقة تشمل ولاية فيها تجمع كبير من الأقضاء وحولها تقلت أربع ولايات تجمعات أقل فيه على الخريطة قدامنا كده بس التمهل في هذا الأمر أفضل من الإسراع فيه واللي إيرا يقر يعني عشان يترسم أسكف لحد حتة في أمريكا يجب أن هو يكون على نموذج أنبا يوسف وأنبا صراحة صراحة مش مجاملة سيد يعني لازم حد يبقى ليه مواصفات خاصة جدا يعرف يرعي الناس في رعاية كئيسة في سيئسهم ويقدر يجمعهم يعني مش هلالي كويس يعني لانا رجاء فالله إنه نلاقي أنه عاية الجميلة دي ناخد آخر سؤال أحد يقول كيف أتغلب على القلق وكثرة التفكير القلق هو نوع من أنواع يعني مش عايز أقول عدم الإيمان لكن قلة الإيمان أو عدم تسليم الحياة ربنا لإني لو الإنسان واثق في ربنا وسلم الحياة ربنا هيبقى عايش في السلام وزي ما سيدنا قال النهاردة هو قيد دي قلق ما بتنتهيش فيش دي ما بتنتهيش والأمور كلها تمشي في الآخر من الآيات الرائعة فليبي أربعة فليبي أربعة ده ستة وسنة الآية يمكن بالعربي مش دقيق لما يقول لا تهتموا بشيء هي بالإنجليزي بي أنكشس بي أنكشس بي أنكشس من الإنجليزي يعني ما تقلقش على شيء طب إزاي ما أقلقش على شيء ده أنا عندي لسه الآن عليها رب يكمل فولس رسول الله تقلقوا على شيء لا تهتموا بشيء ولكن في كل شيء أنت الآن عليه اعمل إيه بالصلاة والدعاء مع الشك لتعلم طلباتكم لدى الله يعني بدل ما تقلق عرف ربنا بالأمور اللي أنت الآن عليه طب إيه اللي هيحصل قالوا سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقلكم وأقلقكم في المسيح السوح اللي قال الآن ده لك أنا مش قادر أوقف مخل من التفكير جالس دعم كتر التفكير لك حاسس قلبي قابض علي مش كده قال لك يحفظ عقلكم وأقلقكم أنا معاي نوتة هنا لما كنت مثلا عايز أبلغ حاجة لأباء الكهنة فبكتبها في النوتة دي وانسي أنني مثلا اتصلت بأبونا وبلغته وطلبت منه أنه مثلا يعمل التاسك ده فبشتبه خلاص أنا بلغته لأبونا بشتبه من الليستة بتاعتي إن كنا احنا بنصق في بعض بحيث أن أنا خلاص وانسي أن أنا قلته لأبونا أنا بلغته خالص بشتبه من الليستة بتاعتي لأن أنا وصلت بأبونا مصقش في ربنا يعني لو أنت عندك لستة كده وانسي أن أكلتها لربنا اشتبه من الليستة بتاعتك بتقلقش عليها اعمل اللي يجب عليك وخلاص أنت قلت ربنا عليه ربنا هياخد باله مدى أنت عمل اللي عليك بتقلقش في فرق بين الاهتمام وعولان الهم الاهتمام ده فضيلة إنما عولان الهم ده نتيجة قلة الإيمان أو عدم الإيمان خلقوا معكم بربنا وحفظوا الأية دي كويس لا تهتموا بشيء لكن في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقلكم وقلوبكم في المسيح نعم شكرا خلاص سيدنا على محبتك فرحانين بيقول نيانتك سيدنا في وسطنا بإذن الله طبعا نحن نسلمت المعدة سيدنا معنى لكم سربي معنى لكم سيدنا اشتركوا في القناة